ترجمة نانسي قنقر وطن مسالم وملك متسامح تحت هذا الشعر نظمت الأمانات العامة لمجلس النواب ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي للتسامح ضمت فيها عددا من المهتمين بشأن التعيش السلمي والتسامح بين الأديان من مملكة البحرين وخارجها تناول المتحدثون فيها كافة الجهود الوطنية في هذا المجال لقد اتسم العهد الزاهر سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وليجعلها من ضمن الثوابت الراسخة للدولة خصوصا نتحدث عن ما يتمتع بشعب مملكة البحرين من أمق حضاري متجذر اللي اتسم فيه أبناء البحرين من روح معطاءه في الخير والسماحة والرغبة الدائمة في الأخذ بالواقع الرائع للتعايش لأفاق أرحب وتحزيز روح المحبة والوأم مملكة البحرين نموذجا للعالم في التوابط الإنسانية السامية وهذا ما شدد عليه المتحدثون من خلال المناقشات التي دارت بين المشاركين في الوارشة ترجمت هذه الإرادة الجامعة والثقافة الوطنية الراسخة والعريقة اتجاه قيم التسامح في مجمل النظم القانونية والتشريعية في دستور مملكة البحرين اللي ساوى بين جميع الناس في الكرامة الإنسانية دون نظر لأي اعتبارات أخرى ليؤكد بشكل ظاهر على قيمة التسامح كقيمة رئيسية ينطلق منها لمخاطبة جميع الناس على قدم المساواة نقاط محددة عمل المتحدثون فيها على إبراز أهم مرتكزات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في إرساء نهج التسامح والسلام ودور مملكة البحرين في دعم السلام والتسامح في المنطقة والتشجيع على التعايش السلمي والخطوات والمبادارات التي يتخذها مركز الملك حمد للتعايش السلمي في تحقيق هذا الهدف تأتي هذه الندوة لتؤكد على أن مملكة البحرين كانت ولازالت نموذج متميزاً في مجال التعايش والتسامح وتقبل الآخر وهذا ما أكد عليه المتحدثين من خلال كلماتهم والتي تمحورت حول إبراز خبرة مملكة البحرين في مجال التسامح والتعايش السلمي على مر السنين خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين